اللي صدق الدبشي نحا فيه بنانتيل شيهاب العبيدي وماتش اللي طوال والكلوب اللي بغداد بنجيح مالك فيه زوز بنتويت يعني انك شاي زوز ماتشويتها ذوما اقسم بالله اللي عندي منهم اني خدتك اقسم بالله هاي اللي عندي بهم لعلاقة كبيرة لصغيرة ماتشويت كيلو اخرين اما اني اقسمت لك واسورك اني عندك سؤال مباشر هات السؤال مباشر يقولوا انك سمسرت في الحكم انت متهم برشا بالسمسرة فقط فنكمل السؤال وجاوبني على راحتك يقولوا انك خذيت فلوس وارهمت واحد بالمسؤولين مرغم نساميه مرغم نساميه جمعية زادة انك خذيت فلوس وانه حكم مريقل بش يعاون الجمعية اكس في المقابلة هذيك واللي هو مصح بالكل حكم لا كلمت و لا درت به فقط خذيت فلوس مو السيدة ذي مدام تسميه اش انت تعرف ينجم توقيا مدام انا حسما تقول فما فلوس والفلوس موصلتش للحكم هكا ولا لا موصلتش الحكم اصلا طلب المسؤول بعض الماتش قالوا لا سمعت كذا وكذا قالوا يحلف والله لاخذيت حتى من اليوم ادقيق المسؤول انسى الحكم المسؤول هذيك لأعطاء الفلوس مدام الفلوس موصلتش اكيد مش يحكي ولا لا احكي مع المسؤول وانا حذر سؤال الكل تقولي احكي مع فلوس اليوم انت قدامي نحس نسأل في كنتي انا هنقولك ليه بطبيع اخي تو سمحني نجيه عبارة انتي بش نقولك هكا خديت فلوس من عند درشكون كيف يحكي مع المسؤول انا اسمع تقولي الحكم ما انا عرفوش من شكون انسيته والله والحكم انا الحكم ما نتواصلش معه مريت منكلمهم اشانا انا منكلمهمش الحكم صبعا انا ما نطلبش عليش دي ما يقولوا السمسار الكلمة ذيت ربطت بك انتي على خطر انا موجود وقوي سمحني ريتر تلزني بش نتكلم هكا ما قلت تلزي بشكاية انا موجود سنرمال بش حاولوا بعدوك وحاولوا درشني وواحد على خطر انا موجود اخي توه اللي يتكلم يجيب دليل ويمشي يشكي يجيب دليل سيء عليش مشكيتش انتي تعبيت الوجه لك في الاتهامات لا انا اذا كان افهم الاتهامات انا منيشيكي بناس تاوي قدمت شكاية لا هذه منجوبش عليش انا خدتك نحترم بك شوي للقضاء لا انا اذا كان شوفي ناجم واحد روي انتقض ويتكلم ويعطي راي وعادي اما افهم حاجاتها يتمس اناو انا او عليش دي حوالك انتي الاتهامات عسام سار ايشنو نعمل لهم انا مش صحيح تم في كل شي ما نطيحش مستويه بش نجيوب على الضومة انا جيوب على الاعباد الضومة يعني قد كشكونهم كيفية شوما بي لمحت لي حتى مرة نحكيه انا وياك قدت لي فما منسق اعلامي يستعملوا فيه حتى في شراء الحكام تسمح لي نحكيها ولا يسا منسق اعلامي لا ما نسمحلكش ما تسمحلكش بعدها عندك فكرة لا لا ما ليش بس حكيمة مدام قطلي لا 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 اذا انا وياك نحكيه حبيت نحكيوه على الواقع نحنا ما غير نحكيه على الاسامي معناه عادي حكيم حتى مناسقين اعلاميين يدخلوا في المنظومة هذي شو شو انا قدتك مناسق اعلامي اعلامي هكيا متابع صحافة مناسق موبارات هم اروا فهم المناسق الاعلامي وفهم المناسق العام فهم كوميسار دمارة شرام فهم ثلاثة يمشيوه ينجم يكون ذاك عنده علاقة بالحكم ولا صاحب ولا درشنية معناها ينجم يكون يكلم يقولوا متاعنا رد بالك كذا درشنية ساعد روحك اما انا ما عنديش ما يثبت ولا مريت اللي هو مدلو ولا اعطاه ولا ذا خلية تنزيل الفلوس كمشي تعطاه ولا تمشي شكون مشي نجم تعرف عليش قلت يوسري بعدي اسوأ حكم رأي انا كحكم عادي جدا فهمت وكمشي تنحم القائمة الدولية وستعمني اول وخليه حسين جل اخر واحد رأي انا راني نحكي كحكم انا بالنسبة انا في القائمة الدولية ورأي هذا تفهم انا اقولوك مثلا انا اللي انا راه انا خلينا نحكي انا خلية عادي وخير الدليل اعطوه الدربية عنده تقريب 6-7 سنين تسمع ومن نجحش فيه ومن وقتها معناه مرجعش عمال المكشوفة الكبار مرجعش الدربيات لو كان هو اصغر حكم مرجعش الدربية ولكن في المقابلة انتهاءه منجحش وخير الدليل مرجعش دربيات اللي نجحه في الدربيات كما غيرات عاود عمله 4-5 مرات لا تقام تتكلم رئيس عاد جنيح شنية عليك تقول لي هو خليه قلت لي جنيح هو مخليش تنحى مقام الدولي ما هو من ان تصوصها مشى يكلم وهو بيش خليه وتعمناول ما يعرفوه ناس كل جاء لخر في الترتيب وكان مش يتنحى فهمت في العادة اللي يكمل لخر في الكلاسمون هما سبعة يتنحى كان مش يتنحى وليت عمناول معناه مش سيزون هذي سيزون هذي نجوين يعمل لليسته عمناول معناه كان مش يتنحى مراد الدعم قال انه ميعاهش السمسار في مزايق وقال انه مش يقبل حتى تأثير لي ما يحكى عليك انتي معناه خدتوك بش يقبل سمحني ما يعرفش مدرسوني سنر مالخ يسلوه سؤال مسيبه هكو مش يقبل كيفش اش مو معناه يقبل واشننقال كو السمسار يتعامل معاه ولذي السمسار عاملين هذي كل واحدة هذي تقبع معنا حكاية فارغة عاملين قبع واشتعامل معاه كانه هو وقال له حط كلمة ذي قد اللي يتكلمه ويحبه يقوله كاك خطوة مراد ولا غيره مراد راه مسؤول على الأمور الإدارية تسمعني ورأي الأمور تعينات مش عند مراد لجنة أوني حتى تشوف البلاغ يتقول لك عروس المنصر وهشام جيات وزبير نويرة وفهم شكري سعدالة فليساسيستون وشكومة آخر محمد زمد بلاهي بالانتحانات والفار ومراد مدير الإدارة لمدير الدارة راه أمور إدارية ما عندهش علاقة بالتعييرات في 2018 المواجهة بين ناجي الجويني ووديع الجري أنت عطيت المعلومات ووديع اللي واجه فيه من ناجي الجويني ممتاز أقف غادي مش نرجع لك نسألك سؤال أنا ونرجع لك نجاوبك وديع ديما وني يظهر في القنوات التلفزية على الأقل نحكي على روحي أنا يكون مقنعة بنسبة مائوية كبيرة توافقني في هذا ولا دعم نوافقك على لخ وديع ذكي ياسر وننقل كشخصيات متكلم بارعة جدا لا ويحظر ملح كل حاجة عنده ذاكري كبيرة يعني وديع مش مش يقعد مع ناجي ويني وانا كان مفهمش عند الكريم العابدي وديع من ناجي مش يحاور ناجي وي tuv Davis ونيجويني كي تكلم مع لوديع وانا أعطيته ولا ما أعطيته ولو عطيت الوديع بارbook أنا يعطيت أنا الوديع انفرض وانا أعطيت الوديع ومعطيتش الناجي ممزوز تقول لنا أنا وديع عطربي وديع معناها كأن أنا مفهمش الأرشيف أذية والحاجات ولا يش بدهم لو انا والله اللي بتفرجت اقسم باللي هان احكيلك في بارك ما نتفرج انا منعرش الموضوع اللي حكيو فيه اشن هو وراه وديع كما اخدت هكا انتي بديك توافقني فينا وديع يحظر مليح يحظر مليح وعنده ذاكرة يحظر مليح يطلب الناس هكا المطلعة لا ما طلبنيش ولا يمكن ما انسيت الحكيو فيه 2018 عنا 6 سنين موش بضرور وديع وديع ذكي ياسر واكسبرينص وقدتك يحظر ويعمل كل شي ماشي بشي قد مع نيجي جويني ولا غير نيجي جويني يحظر كل شي وعادي يعني يترى من خدمة مع بعضها في 2015 نيجي جويني في شمسة فان اتهمك صراحة انك مؤثر ومهدد على قطاع التحكيم في تونس 2015 وقعت معناها انا فاعل من وقتها لتوحدة 2024 كاكا واضح ناس كل تقول هذا معناها انا رجل قوي انتي قوي معناها رجل قوي حسب نحييه نجويني نحترمه كان بيننا ود نجويني وقت اللي كان عليه حصار وما يهبطولوشي حواراتو وما يتكلمش في الجرية ما يكتبوش عليها كنت انا الوحيد ان نعمل له حوارات في شروق ها حتى مرة مثلا تفكر في رمضان احنا في الليل في فندق نسمية وفي فندق ابو نويس قال لي نراهنك بعد ما منا باش قليل الحوار يهبط لانه احنا كنا نتكلم على شخصية من حبش نجبتها تاو لانها مقيدة الحرية الشخصية هذه تاو معروفة شخصية معناها كانت في تونس وكان عندها خلاف مع نجيه جويني وهبطوا الحوار نجي بعد اختلفنا يمكن مرة انا اش عارف اكتبت حاجة ولا اه مرة نجي اشنو بدت بدت مرة قلت اتصل لبناء نجيه جويني درس عليك كلمني تنرف زمن اتصل لبناء كيفاش انا ما احبش نقول لانده ومر اخرى ومر اخرى لكيبناس هنا فينو 2013-15 فمعنا بلنتي كتبت على بلنتيه ذيك انا قلت نجي قال مش بلنتي بلنتي انا قلت لا المفهوض يجي مع تونس واحد وكذا اراه وراجل من كنله كل احترام ورايه يقول اللي يحب هو الخلاف امتلك بداية ووقتها معاها ليه مش خلاف مش خلاف ما يمكن هو قال حاجة ولا جيت حاجة قلتك معناها انا سارو حاجتها ما قلتك وكان بناتنا ودق بل ودرشنا واحد وكنت معناها حتى وصلنا لسافرنا مع بعضنا مرة قاعدنا يجي جمعة في روما كنتو صحاب صحاب ينسير قلتك انا وقتها يقال خاطر من الناس من الانسحاب نرفع في عودتك اليوم كفاعل في المشيق يستحيل اسمعلي انا اسمي مش مقترح وانا معناها مانيش موجود مانيش موجود في الجامعة ولكن انا قلت لك راني خدمت الصحافة قدش من عام واختمت في الواحد انا موجود في الكواليس راني عندي فيها بورسونتاج كواليس متاع الكورة ومتاع درشنية التونس البرة هنا عادي مش تبدأ عندي يخطك علاقات وكيما حكيتك من الول رفهم وحود كانوا ملاعبيت كرة وكانوا حكام وكانوا مسؤولين وكانوا هذوما كبروا حط مثلا اللي كنت نعرفها مع علاقة داشة للبيرودة دية فيها مسيدي عندي توا خمسين والمئة واحد نعرفها تبدأ عندي علاقة بيهم باش مثلا نبدأ حيشي بيك انت بسلام المدى بيوصلني ليك باش نتقابله يعني انا في الكواليس وفي الاخبار